الشراكة بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية تصب بشكل رئيسي في مجال الطاقة الذي يستقطب 90% من الاستثمارات الأمريكية لحسب ما أكده وزير الخارجي أحمد عطاف تعاون ينتظره مستقبل واعد لما تمتلك الجزائر من احتياطات من الغاز الطبيعي ومن إمكانيات هائلة في مجال الطاقات المتجددة وأيضا لكون الولايات المتحدة قوة تكنولوجية واقتصادية وفيما يخص قطاع الفلاحة فأكد وزير الخارجية أن الدولة تسعى إلى توفير ثلاث ملايين هكتار جاهزة للاستثمار على نطاق واسع داعيا رجال الأعمال الأمريكيين إلى الاستثمار في تقنيات الزراع الحديثة وأنظمة الري ومرافق المعالجة الزراعية إلى جانب جهود الحكومة الرامية إلى تحفيز وجذب الاستثمارات الأجنبية شدد وزير الخارجية على ضرورة فتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي فيما يتعلق باستغلال الموارد الأخرى التي تحوز عليها الجزائر مثل الفولاذ والزنك والفصفات وغيرها من الموارد النادرة تأتي هذه الزيارة في إطار تعمق التعاون والشراكة بين الجزائر وواشنطن في عديد المجالات سيما في القطاع الفلاحي والتطور التكنولوجي ترجمة نانسي قنقر